من آلية التصويت إلى آلية التصديق في مجلس النواب أسئلة تشريعية كثيرة أثارتها الجلسة الأخيرة للمجلس وتحديداً بعد الخلاف حول مشروع القانون المتعلق بمياومي شركة كهرباء لبنان النظام الداخلي لمجلس النواب يوضح آلية التصويت على شكل التالي المادة الواحدة والثمانون يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة بطريقة رفع الأيدي وبعد التصويت على المواد يطرح الموضوع بمجمله على التصويت بطريقة المنادات بالأسماء المادة الثالثة والثمانون للمجلس قبل التصويت على مشروع واقتراح قانون بجملته أن يقرر إعادته حتى لو بوشر بالتصويت على مواده إلى اللجنة التي درسته أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فيه المادة الثامنة والثمانون إذا حصلت شبهة في أي تصويت جرى بطريقة رفع الأيدي هو طلب خمسة نواب على الأقل إعادة التصويت واجب إعادته وإجراؤه بطريقة القيام أو القعود أو بطريقة المنادات بالأسماء المادة 34 من الدستور بتقول يتم التصويت على أي تشريع مشروع قانون بالأغلبية من الخاضر طبعا بده يكتمل النصاب واكتمل النصاب يحصل ويكون موافقا للدستور عندما يحضر على الأقل 65 نايم من أصل 128 تنفترض حض رباس 65 يعني هذا الحد الأدنى يجري تصويت على مشروع القانون من قبل هؤلاء بالأكثرية النسبية يعني نصف أيضا زائد واحد يعني فينا نقول أنه تكيفية التصويت اللي تم من يومين هو غير دستوري أنا ما كنت موجود ولكن حسب ما سمعت شايف أنه فيه إشكالية كبيرة بتدعو للشك فيه شك بالموضوع أنه ما صار فيه تصويت دستوري القصة مش قصة سلق ولا قصة تهريب مما يدعو إلى التساؤل هل هالشي فقط عن جهالي لأنه ما بيعرفوا أو عن تعمد وقال اللي بيكون فيه أي التباس وأي علامة استفاهم حول التصويت وحول العدد واحتساب العدد يمكن يعاد التصويت إذا كان قرر رئيس الجلسي ذلك وفيما يتعلق بالألية المتبعة لتصديق محاضر الجلسات أيد كل المنخور ورزق موقف الرئيس نبيه بري من أن الأمر ليس من اختصاص هيئة مكتب المجلس إلا في حالات استثنائية يتم التصديق من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب في أول جلسة تعقيدها بعد الجلسة التي تم فيها تصويت إلا في ظروف استثنائية ساعتها وعندما يقول لا يمكن التصديق مثلا انتهت وليت مجلس النواب ما في جلسة جديدة أو صار في حل لا صمح الله حل لمجلس النواب المهم أنه يكون في حسنية ما نجي نلجأ لهالأسليب للتعمية وما يكون تصدق الأنون ونصدق المحضر خلافا للأنون وإذا كان لدى رئيس الجمهورية مهنة شهر ليصدق على مشروع القانون أو يعيده قبل أن يعتبر نافذا تلقائيا فإن إعادته إلى المجلس النيابي تجعل تحوله إلى قانون أمرا أكثر صعوبة حيث يتطلب الحصول على أكثرية الثلثين من مجموع النواب البالغ 128 رونا حلبي قناة